وفي موازات ذلك وجه غبطة الكاردينال بيرباتيسا باتسابالة بطريرك القدس للاتين نداء إلى جميع المؤمنين دعا فيه إلى مساعدة الأشخاص الذين تدوي صراخاتهم ويعانون في فلسطين وغزة من الحرب المشتعلة منذ أكثر من شهر وقال لم يتسبب عن الأزمة الحالية الموت والدمار والجوع في غزة فحسب بل أيضا ارتفاع معدلات البطالة خاصة في منطقة بيت لحم وغيرها من المناطق في جميع أنحاء الأرض المقدسة وأضاف نحن نواجه أزمة تؤثر على عدد هائل من العائلات من مختلف الديانات وعلى جميع مؤسساتنا بما في ذلك المدارس والمستشفيات والرعاية وفي غزة أشركنا في مواردنا المادية منهم أبعدوا من أسوارنا لتشمل جيراننا مشيرا إلى أن التنصيق واضح بيننا وبين شركائنا المحليين الذين مدوا لنا يد المساعدة فنحن نتقاسم كل شيء تقريبا بدءا من الغذاء والماء وحتى الأدوية والإمدادات وختم الكاردينال باتسبال نداءه قائلا لقد تعلمنا في هذا الوقت العصيب أنه من أجل إعادة بناء العالم المادي يجب علينا بناء وتنمية الثقة بين الناس لذا نرجو مساعدتنا لزرع بذور الثقة والرجاء والمحبة في هذا المجتمع الذي شوهته الكراهية